2024 هتشهد تحسن في الأجور الخاصة بالعملين للدولة بالتأكيد يعني الدولة حطة في خطتها مسألة تحسين الأجور كأولوية أولى بالنسبة للعملين رغم التحديات الاقتصادية اللي بتواجهها الدولة لكن يمكن طولة 3 سنوات أو 4 سنوات الماضية وهي مصرة على مسألة سواء تحريك الحد الأدنى الأجور أو زيادة علوات أو بعض المخصصات المالية الأخرى يعني عندك النهاردة مثلا أول يوم في السنة احنا عندنا أكتر من زيادة في المرتبات يعني عندنا مثلا بالنسبة للقطاع الخاص هيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور اللي هو 3500 جنيه بعد أن كان 3000 النهاردة برضو هيتم إقرار صرف العلاوة الدورية اللي عاملين في القطاع الخاص وقدرها 3% من الأجر التأميني وبحد أدنى 200 جنيه عندنا كمان أصحاب المعاشات الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى بتحرك النهاردة يعني الحد الأدنى كان 1150 النهاردة تحول إلى 1300 جنيه وكذلك بالنسبة للحد الأقصى للأجور يعني مع بداية العام هناك تحرك في أكثر من تحرك للمسألة عندنا برضو المفروض في تحركات أخرى خلال الفترة اللي جاي أو خلال مرحلة يعني احنا عندنا مثلا العلاوة الدورية بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو بعض المؤسسات الاقتصادية اللي هي بتبقى في شهر 7 بتتقبض مع مرتب شهر 7 عندنا كمان تحرك في المعاشات اللي هي العلاوة السنوية اللي هي بتبقى عبارة تبقى لقانون 148 بتبقى 15% برضو بتصرب في شهر 7 ده بالإضافة إلى بعض الحاجات الأخرى بقى اللي بتخصصها الدولة تبقى للظروف أو الإمكانيات أو يعني هل في تحركات أسعار حصلت ولا لأ دي بتبقى بقرار من الرئيس الشخصية